صحيح ممكن تبقى صعب على الناس ان هي تبقى واضحة لهم بس للأسف هم اذا ما عرفوهاش هتأثر عليهم جدا الانسان بياخد اوضاع كتيرة جدا جدا في الحياة اسمها الاوضاع الاجتماعية والاوضاع الحياتية الاوضاع الحياتية دي هو دلوقتي المفروض ياخد صورة ايه؟ المفروض يعمل كأنه شكله ايه؟ المفروض هو يقوم بدور ايه؟ الاوضاع دي هي اللي بتفرض ده هو غير بقى هو انسان عبقري انسان طيب ده الجزء الحقيقي اللي فيه ده الجزء الثابت اللي فيه فالوضعية جزء صحيح من تعرفنا في المواقف لنفسنا بس هي مش احنا مش هي الجزء الثابت فينا لان جوانا جزء ثابت وجزء متغير يبقى ايه اللي حاصل فليه؟ بتقول ان الشخص ده ما نضاكش لانه تخرج من الجامعة ولسه بيتعامل على انه لسه مراهق فهو مش حاسس بالوضعية الجديدة اللي هو فيها وايه اللي بيخلي الست تنزعج لما تتجوز ويكون عليها مسؤوليات بيت وترتيب وشغل او دولات ايه اللي بيخليها تنزعج؟ ان هي مش قادرة تتألف مع الوضعية الجديدة ان هي بقت زوجة مش بنوتة وكل ده من اشكال التمسك بسرطنا عن ذاتنا اللي هو التمسك بالوضعية مش من التمسك بالجزء الجوهاري اللي فينا واللي هو مش تصور حقيقة عننا مين اللي بيخلينا عمل كده نفسنا لأمرة بالسوق؟ تلعب معنا بقى لعبة ايه؟ لعبة خبيثة لما بتقولنا ان زوجتنا بتتكون من الجزء الثابت بس وان الوضعية ما ينفعش تعرفك ولا انك انت هتفقد ذاتك كده فيحصل لك حالة من حالية ان انت تعكر حياتك بنفسك تكون قاعد كده في حالك كده وتحس بالغم وتحس بالهم ليه؟ انت اللي عكرت حياتك ده اسمه التعكير الذات ان انت تقلب موت بتاعك وتقلب تفكيرك اللي بتفكير الاسود اللي التفكير بالشيء السلبي ومن الصور اللي بيبان بيها او التعكير الذاتي ده التعكير الاداري اللي هو ايه التعكير الاداري ان انت تقول لنفسك انا شخص مبدع انا شخص فنان انا شخص مبتكر فما ينفعش بقالي مدير متصلط علي ومش فاهم يعني ايه شخص مبدع احنا كثير من الناس بيحصل لها كده ومن قلعب النفس عشان تخليك تتمسك بسورة مزيفة عن ذاتك التعكير اول حاجة التعكير نفسك تقول لك انك ايه اللي حاصل ان فيه تعارض ما بين الوضعية اللي انت فيها دي وبين حياتك انت مش مرتاح لان ده مش مناسب لك فتعكر عليك حياتك فمثلا ترفض للوضعيتك كزوج فما تنطعش تعيد نظر في التعامل مع علاقتك العلاقتك النسائية اللي كانت قبل الجواز وتدخل الجواز بالانتيمة بتاعتك وده غلط وخطر لان في الآخر خالص ما ينفعش ان انت تعيش ده في وضعية الزوج الزوجة محتاجة ان تحس ان زوجها هو رجل عفيف خالص لها هي الحاجة التانية اللي ممكن كمان تخلينا تعكر علينا وتفسد علينا شعورنا بسلام الامان التشتيت وان ده ولا ده مشكلة التشتيت ان هو بيخليك تتوقف عن الجودة في العمل فتترك العمل ليه اللي انت بتشاطر فيه عشان مش قادر تتعامل مع وضعيتك مش قادر تعمل حاجة بشكل صحيح مش قادر تتعامل كما رؤوس الحاجة التالتة كمان الخصم نفسك تحسسك ان في حاجة هتخصم منك او حاجة هتعمل ايه هتسبب لك حالة مش مريحة زي مثلا لو فسخت خطوبة او فقدت صديق لكن الصحيح ان الوضعية دي ممكن تيجي باضافة ليك انك تتخلص من صديقك كان بيستهلكك او تتخلص من خطوبة كانت ممكن في المستقبل تحسبب لك خصم في حياتك الحاجة الرابعة الخطر احسسك بالخطر النفس تحسسك انك لو مشيت مع الوضعية اللي انت فيها لو استجبت ان انت عندك حق بقيت خلاص زوجة ومضطرية تتعاملي ده هتفقدي انستك هتفقدي ان انت بقيت انثى مرغوب فيها وخلاص كده يعني خلاص حياتك انثى انتهت وبقيت ام الاولاد وهتبقى وعبقى في خطر كده لو انا اكتسبت ده زي الام مثلا في بعض الاحيين لما تحصل انا لو صحبتي ابني ابني المراهق كده افقد السيطرة عليه ويبتدي يتعامل معايا ويفسد حياته وانا كنت لما كنت مسيطرة عليه كنت قادر اخليه يعمل الشيء الصحيح خمس حاجة الغموض النفسك انت تحسسك ان الوضعية دي غامضة ومش مفهومة فمثلا الشغل يقولولك مثلا احنا هنطور في الشغل وهنستخدم التكنولوجيا فنفسك تخليك ما تفهمش فتقولك لا يعني خلاص انا ما بقليش لازمة وهيستغنوا عني وهنا مشاعرك سيطرت عليك فخليتك تخاف من التغيير وتبقى احد عوامل مقاومة التغيير ويبقى وضعيتك بدل ما انت مستجيب لوضعيتك وتفرح بالتغيير اللي هيخليك يضيف لك معرفة لا انا رافض ده وعشان كده ما تفهمش ايه ايه التكنولوجيا دي هتفيدلك على المستوى الشخصي هتفيد للمستوى الشغل قد ايه ترجمة نانسي قنقر